وزي ما قلنا لحضراتكم في البداية نحن هنفضل نتابع حالة الطفل ريان لحد ما يخرج إن شاء الله لأهل بالسلامة لكن حلقتنا خلصت لكن حتى الآن هناك صخرة هي اللي بتعوق عملية الحفر وزي ما كان معنا أحد السادة الصحفيين من هناك كان بيقول إن خلاص هي مسألة متر أو متر نص فقط هي الفاصلة عن خروج الطفل ريان دعوتنا ليك ريان تخرج بالسلامة لأهلك وربنا يطمن أهلك لحد ما تخرج وطبعا عرفنا إن فيه فرق من الإسعاف مجهزة وفيه طائرة عشان يتم نقله مباشرة لأن بالتأكيد حالته الصحية بعد وجوده تحت فبير عمقه 32 متر بالتأكيد مش أحسن حاجة ويحتاج رعاية مركزة خلال الفترة اللي جاية لكن ربنا يخرجه إن شاء الله بالسلامة لها طبعا يعني عملية معقدة جدا يمكن الناس لما بتسمع إنه خلاص مثلا فاضل متر ونص أو مترين بيشوفوا إن الموضوع قرب وطبعا لأنه نفسنا نتطمن على ريان وربنا يطمن قلب أهله طبعا عليه لكن هي المسألة معقدة شوية إحنا دلوقتي بنتكلم عن حفر يدوي يعني تقريبا اللي باقي يمكن قد سبع طوابق عمارة سبع طوابق فحفر يدوي فيه مسافة زي دي شيء مش سهل أبدا فرق الإنقاذ شغالة بحرص شديد وحضر شديد لأنه فيه تخوف من أي انهيارات علشان كده الموضوع مش حاجة سهلة الفرق الموجودة هناك في المغرب فرق مدربة بشكل كبير فرق يعني عاملة اللي عليها بما فيه الكفاية ويمكن احنا متابعين مع حضراتكم وشوفنا ده على مدار الحلقة إن شاء الله نتطمن ويخرج ريان بألف سلامة من داخل هذه البئر ودلوقتي احنا لا نملك إلا الدعاء قلوبنا معاهم طبعا وإن شاء الله ربنا يسلموا